أكد الرئيس المصري عبدالفتاح سيسي الحاجة المرحة إلى انتقال عادل للطاقة الخضراء في الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول أضاف سيسي خلال جلسة رفعة المستوى لحوار بيترسبورغ للمناخ في ألمانيا أن الجميع مطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة التغيرات المناخية لفتن إلى أنه يجب التفكير في الخسائر التي تتحملها الدول النامية والصغيرة في إفريقيا بشأن تغيرات المناخ مطالبا الدول الغنية بلعب دور في مساعدة الدول الأخرى ومتابعة لأعمال هذا المنتدى في بيترسبورغ للمناخ معنا من برلين مراسلنا الجياب أبو صفية الجياب ما يحصل اليوم في برلين يحضر لقمة المناخ التي تتضيفها مصر ما أبرز القارات والمشاركين وتبعنا كلمة الرئيس المصري نعم كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الحوار وهو حوار بيترسبورغ هنا في العاصمة الألمانية والذي بدأته منذ عام 2009 وهو في إطار التحضيرات لقمة المناخ كوب 27 في مدينة شرمة الشيخ لاحقا هذا العام في نوفمبر أو في بداية نوفمبر المقبل هناك كان في كلمة السيسي لافتا من التحذير من أن عدم الالتزام بما جاء في اتفاق باريس للمناخ سيضر على مستوى العالم وخصوصا القارة الإفريقية وأيضا شدد على التزام الدول على مستوى العالم بالانتقال إلى الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء من خلال دعم مشاريع خصوصا في القارة الإفريقية وهي الأكثر تأثرا بارتفاع معدلات درجات الحرارة على مستوى العالم وتداعيات أيضا المناخ الكارثية التي جاءت في بعض الدول كان هناك تجديدا في هذا الإطار من قبل الرئيس المصري كان هناك حفاوة استقبال من الجانب الألماني أيضا للرئيس المصري ويبدي وكانت هناك اجتماعات قد عقدها مع الرئيس الألماني فرانك شتاين ماير والذي أكد فيه على صداقة بين القاهرة وبرلين وأيضا كانت هناك عدد من الملفات حاضرة على طاولة النقاش منها الأزمة الأوكرانية وأزمة الغذاء بالإضافة إلى قضايا القضية الفلسطينية وأيضا الأزمة في ليبيا وأيضا في اليمن بعد قليل سيجتمع بشكل رسمي في مقر المستشارية الألمانية مع المستشار الألماني أولوف شولتس والذي سيناقش أيضا عدد من القيضايا ذات الاهتمام المشترك من ضمنها أزمة نقص الوقود والتي ستكون حاضرة وبقوة على طاولة المحادثات بين الرئيس المصري والمستشار الألماني هنا في برلين مباشرة من حوار بيتشبرغ للمناخ في برلين الزميل جيابة وصفية ترجمة نانسي قنقر